الماضي مرة ما عايزي مرة داي لا يتكرر مثل هكذا مشهد من الإقبال على التضحية إلا في الثورة هنا يوم من يوميات ثورة الشباب الشعبية السلمية والتي أطرق عليها فيما بعد مجزرة التلفزيون التي أرتكبها نظام المخلوع صالح بحق الثوار السلميين في يوم السابع والعشرين من إبريل من العام 2011 وبالتزامن مع المشاورات التي كانت تجري في الرياض آنذاك لنقل السلطة من المخلوع صالح خرج آلاف الثوار من اليمنيين في مسيرة سلمية إلى شوارع العاصمة صنعاء وسرعان ما تحولت تلك المسيرة السلمية إلى مهرجان للقتل على أيدي النظام وبلاطجته فكانت النتيجة استشهاد ثلاثة عشر شخصا وجرح قرابة مائتين وعشرين من الثوار الآن وبعد خمس سنوات من الثورة لم يتغير الأمر كثيرا فصالح الذي سلم السلطة في العام 2012 عاد في العام 2014 ليقود انقلابا بالتحالف مع ميليشيات الحوثي على شرعية الرئيس هادي وليدشن بذلك مرحلة جديدة من قتل اليمنيين ولكن هذه المرة بطريقة انتقامية صار يقتل ويدمر كل ما له علاقة بالثورة وباليمن موسيقى اشتركوا في القناة